يقول إخوة الأحبة محاضرنا اليوم هو الدكتور أحمد أبو سيف من مصر أرض الكنانة حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم من كل رسول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع طنطان انتقل بعدها إلى أمريكا وعمل كإمام في مراكز عدة منها في أوهايو حتى استقر به المقام حاليا في مسكيت تيكساس فهو مهم المركز الإسلامي هناك وهو رئيس أكاديمية الأئمة بأمريكا وأخيرا وليس آخرا فهو من معارك وأصدقاء الشيخ الغالي الغلاييني الدكتور أحمد إذ تستغيثون ربكم السلام عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك دكتورنا الغالي العزيز أجزاء الله خير على هذه التقديمة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا تلمذتنا بين يدي شيخنا وأستدنا فضيل الدكتور موفق الغلايين حفظه الله تعالى وأن يديم علينا صحبة هذه الكوكبة المباركة من أهل الفضل والخير أدام الله تعالى عليكم البركة والعافية وجزاكم الله خيرا حقيقة على هذا الحرص وهذه الدؤوبية في تحصيل العلم وتحقيقه وحقيقة من رأيناه ممن يتصدرون هذه المنصة المباركة كلهم أهل فضل وأهل علم وأهل سبق في الخيرات وأهل قدم صدق في تثبيت العلوم الشرعية في هذه البلاد المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينشر فيها الإسلام نشرا عظيما وأن يثبت فيها أقدام المسلمين تثبيتا حسنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما بين أيدينا من حسن العمل لنرزق من خلاله حسن الثمرة والثواب اللهم آمين يا رب العالمين وبعده فحقيقة كان هذا الاختيار لهذا العنوان الذي لفت أنظار الناس يعني حتى أن على الغداء النهاردة غداء خفيف يا شيخ يا دكتور موفق يعني خاضر على العقوبة لم يزل فزوكتي بتسألني بتقول لي هو إيه استغفت يعني إيه فح هو الكرام ده فقلت له والله يعني إذا تكرمت علينا وحضرت المحضرة هيكون ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى وهذه تفهمي شوية المهم طبعا هي صاحبة السبقة في الفهم أكتر مني يعني مش محتاجين نتعرض لأي عقوبات أخرى فأدامكم الله بالخير فكان اختيار الموضوع نظرا لأننا نريد التحدث عن قضية فلسطين حقيقة وأنا أعلم أن أهل الفضل من أهل العلم العلماء الكبار تناولوها من زوايا متعددة ووجوه كثيرة غير أنني قد سبق لي أن تعرضت لها بنسبة ونحن نتحدث عن الحديثة وقلت في بداية الكلام أن من يحصر الصراع حول قضية فلسطين الآن في فلسطين وحدها فقد أخطأ النظر إلى الواقع الكبير حيث إن الأمة فيها صراعات كثيرة جدا ليست فقط منحصرة في أرض فلسطين وإنما صراعات تتناول ما بين الإنسان وذاته وهذا صراع في ذاته يحتاج إلى أن يحسم أولا قبل أن ينطلق الإنسان لحسم أنواع الصراعات التي بينه وبين غيره من أبناء المجتمعات الأخرى أو من أبناء العداوات الأخرى إن صح التعبير وبناء علي نرى في داخل النفوس صراعات تحتاج إلى حسم بين الزوج والزوجة صراعات تحتاج إلى حسم بين الأهل والأقارب صراعات تحتاج إلى حسم ذو الأرحام الذين يتنازعون حول قطعة أرض أو دراهم معدودات من إرث بين الجيران بين المشاركين لبعضهم في العمل والسكن بين أصحاب الوظائف هناك صراعات كثيرة تحت أسقف الزوجية بين عيال ووالديهم صراع على البقاء في حد ذاته الذي ينفث سمومه داخل أروقة البحث العلمي حتى والمؤسسات الدعوية أيضا ربما يكون أكثر من الصراعات الخارجية في مواطن أخرى لو نظرنا إلى الحكومات والشعوب في بلدان كثيرة نجد أن هناك أنواع من الصراع بين استئثار بالسلطة وبين محاولة التنحيات لبعض الناس هذه الأنماط من الصراعات في حياة الأمة المسلمة كلها تحتاج إلى حسم ولكن إذا حاولنا النظر بمراجعة دقيقة ما السبب وراء هذه الصراعات كلها حقيقة ترى أن والله تعالى أعلم أن السبب وراء كل هذه الصراعات قد يكون هو الدنيا تحصيل متاع الحياة الدنيا وحين نقرأ في القرآن الكريم نرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين نراها؟ نراها في سورة الأنفال مثلا عندما يحدثنا رب العالمين سبحانه وتعالى بمثل هذا الخطاب العظيم الذي يصدر السورة الكريمة فنرى أن الله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لمن سيقت هذه العبارة؟ في بساطة التفكير نرى بمراجعة يسيرة للسنن والروايات نرى أنها نزلت لتحدث أهل بدر أهل بدر الذين هم أصحاب انتصار عظيم في ذلك التوقيت وأصحاب مجد يتحدث به القاصي والداني في عالم الحياة حينئذ أهل بدر الذين أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يخلد ذكرهم بمحو كل آثامهم التي صدرت عنهم عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم أهل بدر أصحاب انتصار حسي وأصحاب انتصار معنوي وأصحاب انتصار تاريخي ومع ذلك تأتي الآيات تتنزل عليهم قائلة يسألونك عن الأنفال وكأني برب العزة سبحانه وتعالى يعاتب هؤلاء القوم أن صدر منهم سؤال عن شيء مادي منذ يعني وقت قصير نظرت في الآية وما قبلها يعني دائما أنا أهتم نسبيا كما علمنا فضلت الدكتور والأساتذة الكرام أهل العلم حفظهم الله دائما أهتم بالسياق سياق الآيات كيف سيقت الآيات على لسان رب العالمين سبحانه وتعالى فرأيت أن قبل هذه الآية دائما الناس تنظر إلى ما بعد دعونا ننظر إلى ما قبل الآية يسألونك عن الأنفال فمن يفتح المصحف يرى هذا النص الكريم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فتقرأ سبحان الخلاق العليم وكأني برب العزة سبحانه وتعالى يقارن لنا بين عالمين عالم لا يهتم إلا بمحض التعبد الخالص لله تبارك وتعالى وعالم آخر يهتم بالمادة وتقلباتها بين أصحابها وكأني برب العزة سبحانه وتعالى يقول لأهل بدر ومن على شاكلة أهل بدر من أهل الحرص على الديانة والتمسك بها ومحاولة إنفاذها في قلوب الخليقة وتثبيت أركانها على أرض الواقع كأني برب العالمين سبحانه وتعالى يقول لأهل بدر ومن على شاكلتهم ما ينبغي أن تكونوا أقل من مستوى هؤلاء المتعبدين لله تبارك وتعالى ليل نهار وما ينبغي أن تنشغلوا بشيء آخر غير أن لا تستكبروا وأن تسبحوا وأن تبقوا سجودكم لله تبارك وتعالى دائما لماذا عدم الاستكبار ولماذا التسبيح ولماذا السجود أسئلة قد تراود المتأمل في الآيات فنرى أن أول شيء يرفع العبد عن محض الذكر لله تبارك وتعالى هو استغنائه بذاته هذه القاعدة التي أصل لها رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن في أول التنزلات القرآنية كلا إن الإنسان ليطغى أن رأاه استغنى طالما أن العبد خاضع بين يدي الله مستشعر حاجته إلى رب العالمين ملتمس عون رب العزة سبحانه وتعالى مستجلب لكرم من الله عز وجل تراه في خضوع وإذا حصل الخضوع انطلق اللسان بالذكر الدائم غير المنقطع ولا ينقطع لسان العبد عن ذكر الله إلا إذا استشعر الغنى مرة أخرى لكن طالما كان العبد في حاجة يلتمس دعاء يستغفر ربه يسبح لله إلى آخره فترى أن عدم الاستكبار إنما يصاحبه التسبيح والتسبيح غالبا يقود العبدا لمزيد من الخضوع حتى يرى العبد نفسه واقعا بين يدي الله عز وجل ساجدا له سبحانه وتعالى لو سألنا حفظكم الله تعالى ورعاكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إن تدبير أمور الدنيا ليس محضى قضية إنسانية إنما نحن نسعى بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في عالم الأرض نحاول ما اجتهدنا ما استطعنا أن نرتب أمورنا ولكن هل المحصلات التي نجنيها في حياتنا موازية للجهد المبذول منا هل الجهد الذي أبذله أنا يساوي النعمة التي أعطاني الله تبارك وتعالى إياها ولذلك جاءت يسألونك عن الأنفال إنما بين أيديكم الآن إنما هو أعظم بكثير مما حصلتموه من جهد يا بشر وبناء عليه أرى مثلا عندما أنطقني الله تبارك وتعالى بين أيديكم الآن فكافأتموني بمديح أو ثناء أو غيره أي ما يكون هل الذي جنيته من وراء ما تكلمت به موازيا لما تحدثت به أتسأل وهل تحدثت إلا بإقدار الله عز وجل لي على الحديث وهل حضرت الفكرة إلى ذهن إلا بتقدير الملك سبحانه وتعالى وهل تم اختيار الألفاظ والكلمات إلا بإمداد من الملك عز وجل وكذلك حضرات الأطباء الذين يحضرون معنا هذا اللقاء المبارك أتسأل مع أحدهم لماذا تفلح يد جراح ولا تفلح يد الآخر لماذا يأتي التوصيف الدقيق عندما ترى مريضا بين يديك ولا يأتي نفس التوصيف الدقيق مع مريض آخر مع اتحاد نفس العقلية ونفس نسبة التعليم ونفس القدرات على التخمين وعلى الاستنتاج والتحليم إنها أرزاق الله تبارك وتعالى التي يسوقها العباد ليس لها حد وليس لها منتهى فكل ما يتحقق في حياتنا ليس إلا فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة ومن ثم وجب علينا أن نتوجه إلى التالي في السورة فنرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بين يدي في هذه الآية ثلاثة أوامر وشرط الأمر الأول هو الأمر بالتقوى والذي يعني أن نعمل لله تبارك وتعالى رسم العلاقة بين الإنسان وبين الخلق سبحانه وتعالى وهذه علاقة رأسية ثم تأتي العلاقة الأخرى التي أراد رب العالمين أن يرسم قواعدها في المجتمع فقال وأصلحوا ذات بينكم ثم تأتي القاعدة الأخرى التي هي علاقة مع المنهج فهناك علاقة مع الله وهناك علاقة مع المجتمع وهناك علاقة مع المنهج إذا اختلت واحدة من هذه الثلاثة تختل منظومة الإنسانية ونرى أنفسنا أمام أحد بعد أن كنا مع بدر نرى أنفسنا أمام تخاذل بعد تمكن وانتصار ولذلك يأتي الشرط إن كنتم مؤمنين تتبعت سبحان الله إن كنتم مؤمنين أين هي في القرآن الكريم؟ هل هذا هو الموطن الوحيد لهذه الجملة؟ فترى أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قضية مختلفة تماما عما نتحدث عنه إن كنتم مؤمنين نرى أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نرى أن الله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ثم تأتي يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ترى هناك في التوبة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ترى في النور يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ترى في الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين إذا جمعت هذه المواطنة كلها رأيت أن الإيمان شرط في كل تقدم في حياة العباد على مستوى الأرض كلها وأنه بدون هذا الإيمان الذي لا بد وأن يتحقق شرطه لا بد وأن يتحقق شرطه بدون هذا الإيمان لن تحصل نتيجة للمؤمنين الله تبارك وتعالى يربط بين الإيمان وبين كل نصر على سبيل المثال حفظكم الله تعالى ورفع أقداركم جميعا نرى أن الله عز وجل يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل هذا السبيل الشديد الوطأ والبأس من الكافرين على المؤمنين الآن أين الخلل هل يظن أحد عاقل أن الله تبارك وتعالى قد كذبنا وعده حاشاه عز وجل أم أن الله تعالى قد صدق وعده ولكن الوعد مربوط بالشرط لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل اللهم إلا مراحل الاختبار التي تأتي بين الحين والآخر على الأفراد أو على الأمة لينظر الله تبارك وتعالى صبر هؤلاء الناس كما أورد عز وجل في عدد من الآيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله تبارك وتعالى يحدثنا بسم الله الرحمن في آية آل عمران ولما يعلم الله الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآيات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون والشاهد في القول أن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن لا ننشغل بالدنيا وأن ننشغل بطاعة الله وأن نتبع في ذلك الأسباب التي نرجوها من وراء هذا ما هي الأسباب؟ أسباب تنعقد في هذا الموطن في ثلاثة أشياء رئيسية الأمر الأول هو تقوى الله الأمر الثاني هو إصلاح ذات البين الأمر الثالث هو اتباع المنهج والالتصاق به اتباع منهج رب العالمين أطيع الله ورسوله ثم بعد ذلك الاختبارات الدورية نذهب إلى الأطباء بين الحين والآخر لنصنع ما تسمونه بتحليلات الدم ما الذي تسرب إلى الدم خلال هذه الفترة الزمنية؟ ستة أشهر أو ثلاثة أشهر أو سنة حسب ما تكون حالة كل مريض والوقت المترتب على المتابعة وبناء عليه الله تبارك وتعالى يقول اختبارات الدم هنا اختبارات قلبية اختبارات ثبات الإيمان اختبارات اليقين اختبارات الاعتزاز بهذا التدين اختبارات الانتماء لهذه الديانة الله تبارك وتعالى يحدثنا إن كنتم مؤمنين ثم تمضي الآيات لتحدثنا عن مجموعة من الحقائق الأساسية هذه الحقائق الأساسية نستطيع أن نجملها في عدد من القواعد الثابتة أولها إعادة صياغة النفس لتصلح للتعامل مع الأزمات مرة أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم الذين يحسنون الصمود في وجه الأزمات التي تتأتى لهم وما دونهم تراهم كما قال رب العالمين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأني برب العزة سبحانه جل في علاه يقسم المجتمع إلى فئتين كبيرتين الفئة الأولى فئة علاقتها بالقرآن الكريم علاقة لا تقبل المناقشة لا تقبل التنازل عن مثقال ذرة من هذا الدعم الإيماني المتدفق دائما إلى القلب المتقد به اليقظ به المتحمس بسببه هذه العلاقة بين هذه القلوب المؤمنة وبين الله تبارك وتعالى لا تدع هؤلاء الناس يجادلون النبي في الخروج إلى ساحة الوغى أو القعود إلى البيوت وإنما هم أصحاب التصديق لوعد رب العالمين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم الأمر الثاني في مجموعة الثوابت التي نريد أن نعتمد عليها ونحن نرتبط بهذا التشريع وهذا التدين حتى إذا استغثنا الله تبارك وتعالى كان مجيبا لنا حتى إذا ذكرنا قضية كقضية فلسطين عرفنا أن الزمن يدور بأحداثه وأحواله وأنه في كل دورة له تأخذ هذه الدورة مجموعة من الرجال الخلص الذين اختار لهم الله تبارك وتعالى السبق إلى الآخرة وأبقى من بعدهم ليختبر صبرهم وجلدهم وجهدهم وقوتهم حتى إذا كانوا على نفس مستوى تأتي ريح أخرى لتحصد بعض الأرواح التي تختار من بين بقية الناس ليحصل لها الاستفاء لتصف أقدامها مع الأبرار مع الكرام البررة مع أولئك الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة ففهمنا أننا نحتاج إلى إعادة صياغة نفوسنا مرة أخرى لتصلح للتعامل مع الأزمات فأي نفسية نمتلكها؟ إن النفسية التي نمتلكها الآن هي نفسية هذا الذي يسمع بالخبر ينفعل فعالا سريعا تصدر منه بعض التصريحات والكلمات ثم يخرج من مسجده الذي كان يصيح فيه صيحة الثائر على نفسه وعلى الواقع يخرج فإذا هو على الشلف أعزكم الله عند الحزاء ربما ينسى ما يتحدث به الإمام وينشغل أين حذائه فإذا ما خرج بحذائه وخرج إلى خارج المسجد ينظر إلى حرارة الشمس ويتأمل فيها أو برودة الجو ويهرب منها إلى سيارته فإذا جلس في سيارته بدأ في تعديل هذا الإير كونديشن أو الهيتر أيما يكون احتياجه فإذا بدأ في الطريق إن شغل مرة أخرى بما أملته عليه امرأته من تعليمات وأوامر مرصوصة سوف يتذكرها ويتناسى معها كل أمر تعبدي وكل قضية إن شغل بها المجتمع المسلم ليعود مرة أخرى إلى امرأته حاملا ما شاء الله تعالى له أن يحمل يفكر في أعماله في أشغاله في أرقامه في حيثياته يفكر في ملابسه ما الذي اتسخ منها وما الذي بقي على طهارته ونظافته لقد نسينا الأزمة لمجرد الخروج من الموطن الذي يذكرنا بالأزمة النفسية التي نتعامل معها الآن يا دكتور طه أنت كنت قاعد قدامي كنت حاسي أن في حد شايفه ببص عليه وبكلمه فدلوقتي الناس كلها وراء الحجب طيب ماشي بسم الله يا رب بسم الله اللهم صل على الهادي البشير يا رب العالمين حد سمعنا يا رجال بسم الله متابعين يا أخوانا طبعا طبعا ما يرضى عنكم يا رب برك الله فيك أيوة اثنين ثلاثة كده حتى نعرف نكلم وبعدين بكفايا فلينت إسلاميك سنتر أسعدكم الله تعالى نعود كنا في مظاهرة ولعلكم خرجتم جميعا في مسألة الدكتور مونير كمان أحسن الله إليكم لعلكم جميعا خرجتم في وقفات نقول فيها للناس نحن نعترض على ما يحدث لكن على سبيل المثال نسبة الكبار ونسبة الشباب في هذه المظاهرات أو هذه الخروجات ثم ترى أن هذا الخروج كم فتاة فيه وكيف كان ملبس الفتيات التي خرجنا ليقولنا لا للظلم ولا للاعتداء ولا لكذا يعني ربما ترى السترة أقل بكثير من التكشف فهل هذه النفسية المعدة بالتعامل مع الأزمة هل هذه النفسية التي تستطيع أن تواجه يوما ما ما يحصل على أرض الواقع من تحديات حقيقية إن عودتنا إلى أصل التدين لن يكون إلا بعقيدة جديدة ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إن القلوب هي أول متحرك في داخل هذا الكيان البشري وبناء عليه إذا تحرك القلب إن فعل مع المبدأ فاستجاب له فبدأ في التطبيق والتنفير كل ما دون ذلك إنما هو تعبئة أوقات وكلمات وخطب ومحاضرات لن يكون من ورائها نتيجة العقيدة في نفس المؤمن الآن هل هي الغاية الأولى أم تأتي لاحقا بعد عدد من الغايات التي جعلناها رقم واحد واثنين وثلاثة في حياتنا إذا سألت الناس وأجابك بصراحة فلربما ترى المال هو أحب الأشياء إلى قلوب الخلق الآن ولربما ترى أعبد ذاتي أكثر مما أعبد ربي إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى مرة أخرى نعود إلى قضية العقل بعد أن انتقلنا من القلب إلى العقل القلب هو محل اليقين والعقل هو محل الإدراك تفقنا نريد أن نصيغ صياغة أخرى لهذا المؤمن ليتعامل مع الأزمات حتى إذا استغاث ربه أجابه رب العالمين سبحانه وتعالى فلابد من تهيئة هذا القلب ليتعامل مع الأزمة بيقين وعقيدة متينة لا تنخرم ولا تهتز عبر الزمن وهناك لا بد من تهيئة عقل واعي الإدراك إدراك المسئولية الملقاة على عاتقنا كأصحاب رسالة في الأرض إن كثيرا من المسلمين الآن يرون أنفسهم هاملة يرون أنفسهم مجرد بشر يعيشون على الأرض يعيشون حياة روتينية كبقية الناس الذين يعيشون حولهم ربما يتميز عن غيره بأنه لا يشرب خمرا وأنه يأتي إلى الصلاة وأنه يعود منها جميل رائع إنجازات جديدة وجميلة جدا لكن هل يشعر أنه صاحب رسالة يبذل من جهده ووقته وعقله وعلمه ما ينفذ من خلاله أبعاد هذه الرسالة هل له حسابات دورية مع نفسي في كل يوم هل حققت ما أريد كان عندي تارجت اليوم هل بلغته أم لم أبلغه ربما لا نرى هذا إلا عندما ندر من أصحاب الهم وأصحاب الهم أعلم أن كان مع حضرتكم في الأسبوع الماضي ربما صدنا الدكتور فاروق السمراء ومن الجمل التي سمعتها منه حفظ الله تعالى حياته وعلمه أنه قال هناك رجل أمة ورجل أمة فقلت سبحان الله ما الفارق قال اسمع قول الله تبارك وتعالى قيل بسم الله الرحمن قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم يقول حفظه الله إن الرجل مشغول بأمته حتى وهو على عتبات الجنة لم ينس أمته ولا هم الأمة ولا إصلاح الناس ولا السعي في الأرض لم ينس ذلك حتى وهو في الآخرة لكن أولئك الذين دخلوا الجنة بشكل طبيعي بطريقة تقليدية لما وردوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين لم يهم لله تبارك وتعالى إنجازاتهم لكن شتان بين من يفرح بعبادة تقليدية يمارسها ويقبل يديه في آخر النهار أنه أدى الصلوات الخمس على وقتها وأنه سأل عن أمه وأنه نظر في حال أخته وأنه تابع أحوال أولاده وبين رجل صاحب هم وهمة بين رجل صاحب رسالة يبذل لها حياته وماله وجهده ووقته بين رجل يؤرقه في مضجعه حال الأمة وأحوالها هناك فارق كبير جدا بين العقلية الواعية للمسؤوليات والعقلية الممارسة للمهمات العقلية الواعية للمهمات التي لا يكاد العقل يستريح لا يكاد العقل ينام وإنما دائم التفكير والشغل بما على الأرض من واقع يؤلمه ويؤجد مضعه وهذا نوع خاص من البشر العقلية الموجودة في كثير من عباد الله تبارك وتعالى المنتسبين للإسلام عقلية لا تدرك إلا ما بين أديها لكن العقلية الواعية لإدراك أبعاد العدو يا أخي بارك الله وتبارك وتعالى فيكم أَوَمَا عَلِمَتْ إِسْرَائِيلُ حِينَ دَهَمَتْ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسِ أنَّ الناس سوف يثورون أَوَمَا أَدْرَكَتْ أنَّهُمْ سوف يخرجون إلى الشوارع أَوَمَا عَلِمَتْ أنَّهُمْ سوف يرفعون شعارات وألوية أَوَمَا عَلِمَتْ أنَّهُمْ سَيَعُودُونَ مَرَّةً أُخْرَى إلى بيوتهم منشغلين بطعامهم وشرابهم أَمَا عَلِمَتْ أنَّهُمْ بَعْدَ أَيَّامٍ سوف يسكتون ويسكنون أَمَا عَلِمَتْ أنَّهُمْ سوف يعودون إلى مأكلهم ومشاربهم ورواتبهم وأحوالهم المادية أما علمت أننا سنعود لخلافاتنا مع نسائنا ومع رجالنا ومع جيراننا وكأن شيئا لم يكن هناك فارق بين العقلية الواعية للمسؤولية الكبيرة وبين العقلية الممارسة للمهمات التي كلفنا بها وكأننا نسير على الخط رسم لنا ثور الآن نثور اقعد الآن نقعد انطلق الآن ننطلق تحدث الآن نتحدث وكأننا نسير على خط قد رسم نأتي إلى مسألة أخرى وهي قضية الاستعداد النفسي للتعامل المباشر بيننا مع اختلاف التوجهات والتعاون المشترك بيننا مع اختلاف القدرات الأمة المسلمة منقسمة الآن إلى كم قسم إلى كم حزب إلى كم فئة إلى كم جماعة إلى كم مذهب ترى هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا صوفي وهذا كذا هل توجد مائدة تجمع هؤلاء الناس فيجلسون عليها جلسة الناظر في مستقبل الأمة وفقط المتأمل في مستقبل البشرية وفقط الناظر في الموصل إلى الجنة وفقط هل توجد مائدة نستطيع أن نجلس عليها جميعاً وقد اهتم إخواننا أهل السلف أو المتنتسبون إلى السلفية بعلم التوحيد ورقائق القلوب وكذا وقد اهتم الصوفية بالتزكية وعلم النفوس وقد اهتم إخوان بكذا وهتم السلف هل استطعنا أن نجمع هذه القدرات المختلفة لنكون على خط واحد وقدم واحدة لا أزال أذكر يوماً ما أن أحد إخواننا من بعض المنتسبين جاء يقول إن فلاناً قد خرج من عندنا وذهب إلى جماعة فلان فقلت سبحان الله أخي أنا رجل أزهري أحمل راية الأزهر ولكني أستأذنك في مسألة أما صرفت نظرك عن أخيك الذي انتقل من عندك إلى عند أخيك لتنطلق إلى هذا المقهى لتحضر الناس من هناك الذين لم يحضروا صلاة ولم يعرفوا إجابة لدعاء ولم ينصرفوا يوماً إلى بر الرحم ولا كذا أما نستطيع أن نفرغ عقولنا من التنافس الذي قد يكون بغيضاً في أغلب أحواله إلى الالتفاف حول مائدة نعمل حولها جميعاً وتشترك حولها همومنا وننطلق سوياً بأيد متشابكة متراصة كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون قال الله تبارك وتعالى اللفظة بفعل المضارع وكأنه عز وجل استبعد أن يكون منا أي بعد عن ساحة المعركة وقد ابتعدنا فأنا لنا أن نلقى الله تبارك وتعالى بأي وجه ننظر بين يدي الله عز وجل ونحاول التعامل مع الواقع الله تعالى افترض فينا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة قال الله فإيايا فاعبدون قال الله فإيايا فاتقون في موطنين في القرآن الكريم لماذا جاءت مرة بأمر التقوى ولماذا جاءت مرة بأمر العبادة إنها هنا اتحاد القلوب وإنها هنا اتحاد الصف والتعبد لله تبارك وتعالى إنني لست مشغولاً أبداً أن أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري وأنا أصلي أم أضعها فوق سرتي وأنا أصلي أم أسدل يدي وأنا أصلي ليست هذه قضيتي قضيتي أن أخي يقف بجواري في الصف وأني لم أصرفه عني ولم يصرفني عنه تلك هي الهمة التي ينبغي أن تنطلق في عقول أصحاب النفوس المستقر عباد الله عندما نتكلم عن الدعائم الأساسية في سورة الأنفال التي أشار رب العالمين إذ تستغيثون ربكم كيف يجيب؟ لمن يجيب؟ تخيلوا أن والداً يرى أبناءه يتنافسون فيما بينهم ويتصارعون فيما بينهم ويضرب بعضهم بعضاً ثم ينادونه يا أبتاه نريد مصروفنا أو نريد مالاً أيعطيهمهم على هذه الحال؟ ألا تراه لن يعطيهم وقد انشغلوا عن غاياتهم الأولى كالمذاكرة مثلاً إلى اللاعب واللهوي والترفه ونسيان الغاية والمهمة؟ ألا تراه لا يعطيهم وقد انشغلوا بالصراعات الداخلية بينهم أن لنا أن نتوقع من رب العالمين سبحانه وتعالى نصراً وعزة وارتفاع شأن وتثبيتاً للإسلام ودعوة لغير المسلمين وتنمية لأولادنا على التدين وصرفاً لأن لنا أن نحصل هذا وقد انصرفنا عن الغايات الكلية فلم تعد العقيدة هي الركن المكين في حياتنا ولم تعد القلوب تتمسك بهذا اليقين ولم تعد العقول واعية هذا الوعي وهذا الإدراك الكامل ولم تعد نفوسنا مستعدة لأن نلتقي بشكل ما عباد الله سبحان الخلاق العليم مما تعلمته من سورة الأنفال أخذ الحذر من عدو متربص بفهم عقله واستيعاب قدراته والاحتياط من كيده وأساليبه كما سبق وأن ذكرت وأسأل الله أن يغفر لي زللي وسوء فهمي كما سبق وأن أشرنا أن عدوك يعلم عنك كل شيء كل شيء كل شيء بلا استثناء ويعلم أين مواطن مالك وأين قدراتك ومن غني ومن فقير ومن يفكر ومن لا يفكر ومن متحمس ومن غير متحمس يعلم عنك كل شيء فهل تعلم عنه كثيرا؟ هل تستطيع أن تستوعب قدراته بشكل ما؟ نحن نتحدث عن أمة في داخل أرض غزة في داخل أرض فلسطين أم نتحدث عن أمة منتشرة في الأرض كلها لن يحدث ذلك كل الذي ذكرناه إلا إذا عقدنا مرة أخرى الموازنة الحقيقية بين الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة لما جاء العتاب من رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل بدر قال يسألونك عن الأنفال ولما جاء العتاب لأهل أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وكأن القلوب إذا انصرفت عن الغاية الكبرى والموازنة لم تكن متزنة بالقدر المطلوب انصرف الناس عن التدين ورأوا أنفسهم يتعاملون بحسن مع الدنيا يكثرون الأموال ويضخمون المباني ويعتزون بالمنشآت ويتفاخرون فيما بينهم بالممتلكات حينها اعلم أن الأمة عليها السلام وأن الله تبارك وتعالى لن يمكن لها كنت أسمع يوما ما لكلمات ساقها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في التمانينات يقول رحمه الله تعالى من السفة يقول رحمه الله من السفة أن يمكن الله لأمة بهذه الأخلاق سبحان الخلاق العليم في سنة 2012 بعد الثورة وتمكن إخواننا من المكان والناس تغيرت الديمقراطية وكذا أقول لنفسي لقد خبرت أخلاق الناس في الشارع وهؤلاء الناس بهذه الأخلاقيات لم يحصل معهم تمكين إن الأمر يحتاج إلى إعداد أكبر من هذا إلى تغيير أوعب من هذا إلى تغيير أعمق من هذا هذا التغيير السطح لن يتمكن له أقول ذلك في نفسي وأستغفر الله تعالى لسوء ظني وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ للحق مكانا لكن دارت الأيام ورأينا أن الأخلاق قد غلبت على طبائع الناس كلهم دون استثناء لأحد فرأينا النتائج بين أيدينا كما تعلمون حالها الآن في كل موطن وفي كل حقبة وفي كل بلد وسبحان من هذا كلامه سبحان الله العظيم العيش لقضية هو الذي يجمع زمام الناس العيش بدون قضية تجمع هم الخلق يبعثر الأمة ويشتتها في كل موطن وفي كل مكان ولما على سبيل المثال لما رأينا أنفسنا أمام قضية فلسطين رأينا كل المساجد تقريبا تتحدث عن قضية واحدة هل يمكن أن يوجد منهج متكامل بين الخطباء في أمريكا يوحد فيه الخطاب ليس بحرفية فلكل مجتمع احتياجاته وقد شرفني الله تبارك وتعالى بقيادة الإرشاد الديني على مدار ثلاثة أعوام في مصر كلها على مستوى جمهورية مصر العربية وكنت أقول لمعالي الوزير وللسادة المسؤولين وللأئمة يا أخواننا بارك الله فيكم دعونا نرسل للسادة الأئمة 47 ألف إمام معين في الأوقاف ذلك الحين دعونا نرسل إليهم لو تكرمتم أربع خطب نقول اختاروا منهم ما شئتم هذه العناصر وهذه الآيات للسجات وصغ كما شئت أن تصيغ فإذا خرج صاحب الصلاة في هذا المسجد ليتناول غداءه مع جاره الذي صلى في المسجد الآخر يسأله عن ماذا تحدث الإمام فيقول تحدث عن كذا إنها مشكلة تعالج الواقع فينضم الخطاب إلى الخطاب واليد إلى اليد والعقل إلى العقل فينصلح حال الناس إذا أخطأ أحدهم علم أن كل الأئمة سوف يتحدثون عن خطئه فيستقيم دون أن يجد من يضربه على رأسه أو على يديه إن العيش لقضية يجعلنا أكثر تفاهما للواقع أكثر استيعابا للمنطق الذي نعيش فيه لعل أكثرت عليكم حفظكم الله وتعالى ولا أدري هل انتهى وقتي أم لا يزال في المجال وقتا ما زال خمس دقائق أو عشر دقائق إن شاء الله حفظكم الله وتعالى والله أنت ناسك رمى جدا الله يجزيكم الخمسة أو عشرة العظمة دي حفظكم الله وتعالى طيب الله وحمن الرضي الله وتبارك وتعالى عنكم لو أننا طلبنا من أنفسنا مرة أخرى أن نعيد قراءة سورة الأنفال الحقيقة لما وقفت مع هذه السورة استخرجت منها تقريبا خمسين درسا فقط من متابعة الآيات ومحاولة التفكر في عنوان حول هذه الآية فرأيت مثلا على سبيل المثال لو عدنا إلى الآية بسم الله الآية رقم واحد مثلا فنرى مثلا عكوف النفس على الدنيا والتضحية بكل شيء لأجلها يفقد الأمة أهم ما فيها إحنا فهمنا كلام ده منين يسألونك عن الأنفال أصلحوا ذات بينكم فكأن الانشغال بالمال وبالدنيا وبمتاعها قد صرفنا عن روح الأخوة وهذا هو الواقع الذي نراه تنافس الحاصل بين الناس على الدنيا يفقد الناس طلاحيات التجاور في صف الصلاة فكانوا شركاء في متجرهم ثم اختلفوا فيما بينهم حرصا على الدنيا ثم التقف في المسجد فأخذ كل منهما ينظروا إلى ناحية يريدوا أن يذهب إليها موطن آخر في الصف بعيد عن أخيه الذي كان يلتحم به بالأمس لو نظرنا إلى الآية رقم اثنين تعامل القلوب مع الذكر والقرآن مؤشر لقدرتنا على التعامل مع المعارك الفاصلة في حياتنا فأين القلوب من الذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لو نظرنا إلى الآية رقم ستة على سبيل المثال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فأقول إن خوف البشر من المصائر المحتومة يرين الفارق بين من يقبل على حتفه ابتغاء عرض دنيوي ومن يبيع آخرته بغرض مادي لنفسه والأسوأ أن يبيعها بدنيا غيره الفارق واضح جدا بين من يقبل على الله نتذكر سويا قصة الصحابي الذي وقف بجوار النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يحضهم على القتال ويعدهم بالجنة وصاحبنا يقول يا رسول الله أو ما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات إنها تمرات سوف يتقوى بها على القتال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى فيقول إنها والله إذن لحياة طويلة ويلقي بالتمرات وينطلق في عدوه تقول الرواية فوالله ما ندري أوقع على الموت أم وقع الموت عليه إن الرجل كان منطلقا بكل ما يملك تنظر في الآية السابعة ليحق الحق عفوا في قول الله تعالى نعم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وعود الله محققة لا محالة لكن عدم إدراكها ورؤيتها سببه عمن في أبصارنا وبصائرنا والعياذ بالله الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاء متخيل حرف الفاء عندما يتم التعقيب به إذ تستغيثون ربكم فاستجاء إن استجابة الله تعالى موجودة وإن استغاثتنا بالله مجابة ولم يبق إلا النداء بشرط أن تكون الألسنة صادقة وأن تكون القلوب مبصرة إن الله تبارك وتعالى يحدثنا في الآية عندما يقول سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان تسمع إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا هذه جنود غير مرئية أرسلها رب العالمين سبحانه وتعالى لندرك من خلالها أن أسباب الله تعمل في الخافاء ونتائجها تكون غالبا أعظم مما نتوقع على كل حال وموطن الجنود الوافدين الجنود الوافدون من عالم آخر لم نتوقع وجودهم الذين هم أكثر دربة وأعظم خبرة وأقوى أثرا وأشد بأسا هؤلاء لا ندري من أين سوف يأتون لكنهم سيأتون أقصد الله تبارك وتعالى وثق في ما عنده وخلص النية ووضح الرؤية واستبصر ما بين أديك ثم انطلق ترى بين أديك مهادا عظيما ما هده لك رب العالمين سبحانه وتعالى إذا نظرنا سبحان الله أسأل الله تبارك وتعالى السلام في الآية رقم 14 يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية 15 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار موقعك هو مسؤوليتك الأولى فلا تتخلف فيحيق بك المصير المشترك معهم هتكون بالضبط مع حزب الكافرين إذا تخليت عن مكان فأي مكان أنا فيه إمام في جالية أي مكان أنا فيه طبيب في مشفى أي مكان أنا فيه مدرس في مدرسة أي مكان أنا فيه إنسان على ظهر الأرض مهمة الأولى ما حدث بها رب العالمين سبحانه وتعالى يوما عندما قال إني جعل في الأرض خليفة هذا الخليفة أحمد وموفق وإبراهيم ومحمود وفلان هذا الخليفة إنما هو موزع فيما بيننا طاقات مختلفة وقدرات متنوعة واستعدادات متناوية ولكن إذا اجتمعت أركان هذا الاستخلاف في كل هؤلاء الناس ليمثلوا خليفة لم يكن فردا إلا مرة واحدة عندما كان آدم وحده ثم بعد ذلك كان أمة تتشعب كما قال الله تبارك وتعالى منكم شعوبا وقبائل الله عز وجل يرين هذه الحقائق الآية 22 الله تبارك وتعالى يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون افتقدنا للوعي عن الله والعمل بالتنزيل والامتثال للأمر الإلهي يخرجنا عن دائرة الإنسانية يخرجنا عن دائرة الإنسانية إلى دائرة البهيمية وليس فقط مجرد بهائم والعياذ بالله بل شر الدواب والعياذ بالله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فكأنه ما أن تخلى ذلك الإنسان عن عقله وعن وعيه ومصادر استجلاب المعلومات ينقلب من كونه مكرما كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ينقلب من كونه مكرما إلى كونه بهيمة أجلكم الله بل من أشر الدواب كما يصف رب العالمين سبحانه وتعالى الآية 24 يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تشير إلى أننا موتى أو أننا لسنا أحياء ولا حتى نصف أحياء إلا أن نتبع ما أمر الله تبارك وتعالى به فنحيا بعد موات وذلك تصديقه أيضا في موطن آخر حين يقول رب العالمين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس تتبع الآيات طويل وعندنا كما سبق وأن تفضلتم علينا بالسماح بالقول أكثر من خمسين موطن مطلوب من كل واحد من أصحاب الهمة في هذا المجلس المبارك أن ينظر في صورة الأنفال إن أذنتم لي بالتكليف فأنا أقلكم شأنا ومقاما إن أذنتم لنا بالتكليف أن تنظر في الصورة وأن تعيد استخراج الدروس منها فإن توفر بين أديك عدد من الدروس راجعها وقارن بين حالك وبينما هو مطلوب منك فإذا عرفت حلاوة هذا الفعل فانطلق بعدها إلى بقية الصور عسى أن ترى عندك مجلدا قد احتوى كثيرا من الأوامر وكثيرا من النواهي وفي كل صفحة أترك فراغا لتقارن بين ما كلف الله تعالى به وبين ما تمارسه حقيقة على أرض واقعه أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم مواطن رضاه وأن يرزقنا سبحانه وتعالى صدق القول وصدق العمل وأن يبرئنا من كل ذنب في الدنيا والآخرة اللهم آمين يا رب العالمين آمين جزاكم الله خيرا وبرك فيكم محاضرة نافعة جزاكم الله خيرا رضي الله عنكم يا رب الباب مفتوح للأخوة للتعليق أو الأسئلة والشيخ الغلعيني طبعا إن شاء الله عفوا شيخنا والله سمحنا كما يقولون لا فضفوك وأصلح الله وحاسديك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا يا رب على أيديكم يا شيخنا بارك الله لكم يقيم عليك الإيمان والصحة والعلم يعني كما يكون حولها ندند فقط إضافة نتذكر خلال محاضرة الشيخ الكريم قوله تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فمعظم الناس الآن أصبحت المادية مسيطرة عليهم وحبذا لو تقرأوا في رسالة صغيرة أكيد دكتور أحمد عنده علم فيها بسم الله المعالج سرط الكهف للناحية المادية عند الإنسان لمولانا أبو حسن ندوي نعم نعم الأستاذ العطار له كتابة هي عندي سبحان الله فالعنوان المحاضرة استثغتون ربكم هذه أخذها من سورة الأنفال والمستغيث هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في العريش وقضى الليلة وهو يستغيث حتى وقع رداؤه عن كتفيه ويقول يا رب هذه قرش قد أتتك يلائها تحادك وتحاد ورسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداء حتى يقول يا وسين أو بكر بعض مناشدتك ربك ربك ألم يعدك الله إحدى الطائفتين فعنده كان قدوتنا العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده التثقى الكاملة بالله سبحانه وتعالى وبهذا الدعاء استجاب الله إذ سيستغيث ربكم فاستجابه والفاكة يقول عنها اللغة العربية لترتيبه مع التعخيب يعني على طول جاء النصر ولم تحارب الملائكة يعني فعليا أو مثل أقوله جسديا إلا في غجوة بدر كما ذهب أكثر العلماء فالثقة بالله أخوانا أنا الآن مهتم لحقيقة أن نقل هذا الإرث وهذه المعالم للجيل الجديد هذا هو التحدي هذا هو التحدي كيف ننقل هذا التراث للجيل الجديد جيلنا نحن سائرون سنلطلها غدا أو بعد غد لكن أنا أشعر أنه الجيل الجديد ما عنده هذه المعاني وهذه القيم فهذه المهمة كبيرة يا أخوانا قد ترسموا التربية المستدامة بدل ليل نهار تشغل مع أبنك وابنتك حتى تنقل لهم هذه الروح هذه الثقة هذا الإيمان هذا الألق هذا الثبات ببعض فضل لدكتور أنه نحن آنيون آنيون يمكن الناس الذين خلجوا بساعة التحرير يفرحون ويهزجون لمرسي هم الذين خرجوا يرقصون أو بعضهم على أقل يرقصون لمن جاء بعده وأنا متابع هذا الموضوع فعلا وأعجب أقول سبحان الله وعندنا عندي أمثلة أيضا من سوريا في هذا الموضوع أخي ابن نير بيعرف لمصار الانفصال كيف الناس تلع أول قرار كيف ومشيوا بعد أنت قرار تاني يعني الناس تطلع مظاهرات ضد معها وضد خلال ساعات حسب ما يطلع بالإزاعة فما هذا فأين الثبات أين العقيلة فأنا أشد على يدي الأستاذ الفاضل وأشكره سبحانكم جميعا إن شاء الله يعني هذه إجلس منها نؤمن ساعة ننشتغل على إيماننا وننقل هذا الإيمان وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى الأولاد وزاكم الله وفهيرا أخير الله فيكم يا رب العالمي الله يزكم الخير أشكرنا الله يحفظكم يا رب العالمي أي حدا عنده إضافة أو استفسار أو الباب مفتوح يا أخوي يا شباب السلام عليكم سيدنا سيخنا مصعد الجزاكم الله في تحت عيوننا أو أبصارنا على السياق كثيرة كنا غافلين عنها من صورة الأنفال الله يعزك طبعا هو يعني موضوع الإيمان مثل ما فضلت فيه الإيمان نعلم يعني ينقص ويزيد يعني كما في حوادث للصحابة مع رسول الله عليه وسلم مدخورة أنه يعني إنسان يوم يكون بالمجد تكون عنده درجة إيمانية يوم يكون عنده البيئة إيمانية تكون درجة الإيمانية بس ينشغل في الحياة وهي مفروضة علينا يعني الحياة مفروضة علينا بس المشكلة كأنا اللي أراها واللي أشدت عليها يعني صورة الأنفال هي الثبات يعني ثورات العربية تشوف أنه الإنسان كانت يعني كانت الناس عجولة يعني كل طلعات الأمور ستتغير وخلق الإنسان عجولة يعني الثبات كان ينقص الكثير من الذين خرجوا والثبات الذي ينقصنا في هذه الحياة وهذا الذي أكد عليه مثل الشيخ مفق ما علمنا أنه هي يعني البداية نصر بالثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبقوا الثبات وهي الثبات في الحياة في الثبات على المبدأ وهذا الذي ينقصنا بالحقيقة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيبت لي هود لأنه في الاستقامة الثبات وهي الاستقامة على المبدأ يعني أنا بذكر مثل بسيط يعني في واحد بتناقش مع واحد من الجالية أنه بدي ينقل أولادهم من الهاي سكول للبربك سكول يقولوا أنت ليس أجيت لهن قال أنا أجيت مثل المدرسة قلت بصيب أن أنت عم تضيع المدرسة يعني هون أني بلي سبب بسيط طيب أنت ليس أجيت لهن إذا ما بدك تنتزم بالمدرسة وتخلي أولادك طبعاً نحن عملية مجاهد كبيرة والله يا شيخ مثلاً مثلاً ما تفضلت فيه يعني عملية صراع بين العائلة وبين الأحل بس آخر شي بالتبات يعني الإنسان كل يوم يعني مع زوجته بس يوم يثبت الحمد لله رب العالمين هذه بغزة تبته وبالقليل أتى النصر رزاك الله خير رزاك الله فيكم الله يرضى إن أذن لي فضيل الدكتور الموفق بارك الله فيكم والكرام قضية زيادة الإيمان ونقصانه يعني أنا أتصورها كزيادة السرعة وتهديئتها عبر الطريق إذا كنت تقود السيارة يعني يهدأ الإيمان ويتفاعل في داخل النفس حسب متطلبات الطريق وحسب التقلبات الحاصلة لقائد السيارة عبر الرحلة لكن لم يتوقف على كل الاحتمالات هدأ السرعة أو زادها فهو متحرك العائل قاسم المشترك الذي لا بد أن يوجد بين أفراد الأمة الحركة المشكلة إن إحنا مشيين يعني طيارة طيرة بمطور واحد أو بربع مطور فتبقى الأمة كاملة تنطلق بعدد قليل جدا من أفرادها كم عدد الأغنياء في الأمة وكم كم المتصدقين منهم كم عدد الشباب في الأمة وكم كم المصلين منهم كم عدد المتزوجين في الأمة وكم كم المخلصين الثابتين الصابرين المحتسبين في أحوال أسرهم منهم نحن لا نستطيع يعني لا نستطيع أن نقول بأن الإيمان بطيء وكذا إلا في استشهاد حقيقي لما هو مطلوب من أفراد الأمة أيضا يعني طبعا لا أعقب على كلام حضرتك أستاذ ياسين لكن الفكرة مجرد ملمح ورد إلى خاطيري وذهني أننا لا بد أن نسير وأن نبقى على السير وأن لا نتوقف مهما حدث في الأمة كلها في الحياة كلها لا بد أن تبقى على أصل مسيرك فرب العالمين سبحانه وتعالى يضع لك المعالم ويوفقك ويهديك في جملة سيدنا سوضي الدكتور موفق حفظه الله تعالى وبرك حياته وعلمه يا رب العالمين في سورة الكهف على سبيل المثال لنشير فقط إلى أن القرآن الكريم يدعم الحركة الدائمة هذا يعني كثير من من تحدثوا عن سورة الكهف تحدثوا عن الفتن ومواجهة الفتن وكذا ربما ننظر إليها بنظر مختلفة عندما نرى أن كل حضارة في الدنيا تنبني على أربعة أركان الركن البشري الهومن ريسورسيز والسورسوف انكم أو المصادر الدخل والعلم ثم بعد ذلك تأتي القيادة وهذه قصص أربعة دع لها الله تبارك وتعالى معالم للحضارة مؤشرات هذه الطبيعة البشرية التي نريدها الموارد البشرية كأهل الكهف المصادر الحياتية مثل ما حصل مع صاحب الجنتين العلم الذي أراده موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه كان أعلم أهل الأرض لكن أراد الله أن يجمع بين العلم النظري والتطبيقي كالطبيب الذي درس الطب نظريا لكنه لم يدخل المستشفى أبدا لا أستطيع أن أصفه بأنه طبيب ثم تأتي معلم القيادة التي تضبط كل هذه الطاقات والمدخرات في داخل المجتمع ثم نرى وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ صورة الكهف في كل أسبوع مرة أقول والله كأني برسول الله لم يرد أن يغيبنا عن مفهوم الحضارة أكثر من سبعة أيام لا بد أن نتحرك الحركة هي المؤشر الحقيقي لوجود الأمة ولولا الحركة لمات الناس وماتت الأمة ومات الإيمان في قلوبهم ومهما كان من ثورات أو من كلمات أو نعرات سوف تنقضي بعد حين والله تعالى أعلى وآله نعم جزاكم الله خيرا هل من استفسار أو تعقيب؟ جزاكم الله خيرا الحقيقة معلومات كثيرة جميلة جدا أنا اللي فهمته طبعا بعض من كلام حضرتك يعني أنه يبدو فيه درجات كpractical take home point والله أعلم يعني فيه المذنبين وفيه اللي بيقوموا بالفرائض وفيه اللي في حركة دائمة فكل واحد مهمته يشتغل على نفسه اللي مذنب يتوب عن الذنوب اللي بيشتغل بالفرائض يزيدها ويتقدم واللي بتحرك يتحرك أكثر إن شاء الله شكرا الله خيرا الله يبارك فيك الكلمة الأخيرة لك دكتور أحمد ودعاء إن شاء الله رضي الله تعالى عنكم أذكر فقط موقف حصل لو تذكروا فيه رجل من أهل الخير والإحسان كان اسمه الحق الصلاحة في مصر رحمه الله تبارك وتعالى كان جعل مهمته في الحياة أن يشيد معاهد أزهرية كان رجل من الأثرياء غنى يعني سبحان الله ما أن يضع يده في شيء إلا يتحول إلى أرباح خيالية بشكل غير متوقع المهم فكان يجمع عدد من المشايخ ينطلق بهم في كل أسبوع إلى قرية من قرى مصر أنحاء مصر كلها يكون مرتب أموره هناك بحيث أنه حيروح يعمل يجمع مجموعة من الأموال ويؤسس معهد أزهري في هذه البلدة فالشاهد في القول كان أحيانا يأتينا بواحد أو اثنين من مذيعي إذاعة القرآن الكريم يعني يطلع معانا بحيث أن الإسم بيلمع وأسماء المشايخ فالناس تأتي لهذا الحفل فيحصل البركة فالمهم فدخل المزيع ده فوجد الحج الصراح بيصلي صلي ركعتين في وقت الضحى عشان نبدأ نساف فالمهم فسلام عليكم الحج الصراح بيعمل إيه؟ فقال له بيصلي قال له هو ناقص المهم قعد شرب شاي والحج الصراح خلص ركعتين وأم جاب ركعتين كمان خلص ركعتين وكمان ركعتين وبعدين قال له كفاية بقى كده يا عم الحج حرام عليك اتقي ربنا فينا فالحج صراح خلص قال له فيه يا عم لكن قال له يا عم انت داخل الجنة من باب الفلوس سيب لنا احنا موضوع الصلاة وشوف لنا حد يدخل من باب الصوم ارحمنا بقى انت هتاخد كل حاجة فالشاهد في القول يعني هذا الموقف يعني أثار في ذهني أن الله تعالى وضع في كل إنسان نوعا من القبول لطاعة خاص يعني بعض إخوانا كنت أقول له أنت لا شأن لك بهذه المعارك الداخلية والخارجية أنت مهمتك الإبلا أنت تلبت في الإبلا دي ترؤد هنا ما لكش شغلان غير إنك بس تدعي ما أنت ده اللي أنت تعرفه اشتغل على السلاح ثم تخيلين حضراتكم أي جيش في العالم عنده سلاح مدفعية وصلاح طيران وسلاح مش عارف كم الله أكبر إيه لحظة سبحان الله الدكتور فاروق جاي على السيرة اللهم صلى الله عليه وسلم ففي كل مكان تجد هذه الأنواع من الأسلحة ومن السلح مضرعات واسلح غواصات ليه كل يعمل في موطنه فإذا تكاملنا فيما بيننا أنجزنا وإذا لم نحسن ضيانا أسأل الله لي ولكم السلامة اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تبارك هذا الجمع وأهله ومن فيه برحمتك يا رب العالمين اللهم اخلنا الإخلاص في القول والعمل اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأعن على ما بين أيدينا مما كلفتنا به افتح لنا قلوبنا يا رب العالمين للإيمان وعمق الإيمان في قلوبنا وثبته في جذورها اللهم إنا نسألك الإخلاص ما حيين ونسألك ربنا أن تكتبنا من عبادك الصالحين المصلحين اللهم لا تمتنا إلا وأنت راضٍ عنا اللهم أعن على أن نبذل الأسباب التي مكنتنا منها وأعن على إصلاح في الأرض تنصلح به حياة الخلق اللهم إنا نعوذ بك أن نؤثر أنفسنا على دعوتك ولا على سبيلك ولا على عبادك اللهم إنا نعوذ بك أن تكون الدنيا أكبر علمنا ولا أكبر همنا ولا تجعل ربنا إلى النار مصيرنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حقيقة سعدت والله أيما سعادة بهذه الوجوه الطيبة خاصة برفقة شيخي فضيل الدكتور موفق حفظه الله تعالى والله يا مولانا يعني أنا أحبك حبا جما يعلم الله تعالى بإسم الأخوة جميعا أشكرك وأسأل الله أن يجعل هذه الكلمات نورا لك على الصراط وفي مفترق بها موازين حسناتك يوم القيامة وأسأل الله أن يجمعنا على خير كما تعودنا أنا مع الشيخ المؤتمرات الحمد لله ولقاءات فإن شاء الله الآن هذا الفيروس ستطوى صفحته ونلتقي إن شاء على الخير بإذن الله دائما في أمان الله خير السلام عليكم ورحمة الله في أمان الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم